عم تمزل السلطة بلبنان جهدة تقنع الناس أنه عم بتحاري بمخطط أوروبا لأبقاء اللاجئين السوريين عم بتقلي دولت الرئيس أنه الاتحاد الأوروبي يعني عملياً سمح اليوم بأنه لبنان يطبق قوانينه هكسار ما حداً بيقلنا مسموح أو غير مسموح بس القصة مش قصة سيادة ووطنية القصة قصة بيع وشراء من 2011 لليوم عم بيلعبوا حكومات المنطقة والدول الأوروبية لعبي ربيحة للكل الأوروبيين بيدفعوا مليارات لدول مثل تركيا وليبيا لإبعاد اللاجئين عن شواطقهم حكومات المنطقة تبتز الأوروبيين لطقبة حقها الخدمة ملياً أكيد بس كمان سياسياً لفس الشي بلبنان إلى سنين السلطة عم تستفيد من وجود اللاجئين السوريين لتجيب مصاري شو الجديد اليوم؟ الجديد أنه الطرفين بالسفقة محشورين أكتر من قبل بأوروبا الأزمة الاقتصادية وسعود اليمين المتطرف عم يدفعوا الحكومات لشد العصب ضد المهاجرين والليجئين عشية الانتخابات الأوروبية بحزيران 2024 والكل عم يلعب ورقة اللاجئين ليضمن إعادة انتخابه مثل رئيس الاتحاد الأوروبي أورسولا فاندرلاين اللي زارتنا مبارح مستعج لتعمل ديل مع لبنان لتعلي رصيدة بسباق الرئاسة وبلبنان بعد أربع سنين من الانهيار وغياب المساعدات الدولية بسبب رفض السلطة القيام بإصلاحات ما بقى في شي بيجيب مصاري غير ورقة اللاجئين ولهالسبب كل سنة قبل شهر من مؤتمر بيكسر للمنحين طولة حملة ضد اللاجئين السوريين نجحت الخطة مليار دولار للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية من الاتحاد الأوروبي التزمت فيهم فاندرلاين مبارح مليار دولار بيشتوا فيهم الأوروبيين راحتهم مليار دولار لجيبت السلطة السياسية بدون أي شروط إصلاحية